بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طبعاً بطلب منكم اليوم رح نبلغ شرح Pharmacology 2 رح نعتمد هذه الشباتر لدكتورة آية من جامعة العقبة للتكنولوجيا وبإمكانكم أي سؤال تبعتولي أو تسألولي إن شاء الله بنهاية شرحنا لPharmacology 2 حننزل نهاية كل شابتر مجموعة من الأسئلة اللي حنجاوب عليها مع بعض عن طريق فيديو مسجل على اليوتيوب بهذه الطريقة بالإضافة إلا إنو حننزل على الإنستجرام أسئلة تختبروا فيهم نفسكم وتقدروا تجاوبوا عليهم أول إشي حنبلش فيه هو Disorder of respiratory function شو هي الـ Disorder؟ شو هي الأمراض اللي ممكن تصيب الـ Respiratory System تعنا الـ Respiratory System هو يعتبر جهاز الدفاع بالجسم وكتير بيمر عليه من الأمراض بيمر عليه من الأليرجين مسببات الأمراض هسا الأمراض اللي ممكن تصير بالجهاز التنفسي هم الـ Bronchyl asthma اللي هي الأزمة ورح نعرف اليوم كيف رح تو يوصل مريضي لدرجة الأزمة كمان في عندنا الكف واللي هي الكحة والكحة نوعين إما كحة ببلغم أو كحة بدون بلغم وهاي رح أتعامل معها بطريقة وهاي رح أتعامل معها بطريقة أو الـ Allergic اللي هي مسببات حساسية سببت في تهيج الجهاز التنفسي أو الـ COPD الـ COPD بيجيكم على الصيدلية حتى منها فحوصات بيسموها الـ COPD وهي هبارة عن إنسيدات في الأوعية الدموية هاي الإنسيدات بتكون خصيصا في الأوعية الدموية اللي بتطلع من القلب للرئة فبيصير فيها فازو كونتراكشن فازو كونتراكشن يعني تضيق طيب عشان يسير لها فازو ديليشن بدنا ناخد مجموعة من الأدوية هاي الأمراض اللي بتسيب الـ Respiratory System أو جهاز التنفسي اللي عنا اليوم بالبداية رح نحكي عن الأزمة والأزمة ما إجت من تلقاء نفسها بدي أعرف أول إشي أنه الأزمة هي Chronic Inflammatory Disorder يعني أنا كان عندي inflammatory أو inflammation وهذا الإنفلميشن لم تتم معالجته بطريقة صحيحة مما أدى إلى أنه يسير عندنا Bronchospasm وهي أنه البني آدم مش قادر يتنفس نتيجة انقباض القصبات الهوائية الموجودة عندي مما أدى أنه يسير عندنا Emucus اللي هي سائل لزج موجود في الجهاز التنفسي مما أدى أنه يسير عندنا تضيق في Airways الموجود عندنا في الجهاز التنفسي تمام؟ إذن هكذا تحدث الأزمة هاي هي الخطوات اللي بتصير فيها الأزمة بالغالب تمام؟ لما أحكي Chronic يعني هو مرض مزمن حيستمر مع الإنسان لحد ما يعني يتوفى تمام؟ لما أحكي inflammatory كلمة inflammatory نفسها تلالة على وجود انتفاخ هسا رح نحكي لكم وين رح يكون الانتفاخ؟ كيف رح نعالج الانتفاخ؟ وشو الفرق بين الجهاز التنفسي والأوعية الدموية بالشكل الطبيعي؟ وشو الفرق بين الجهاز التنفسي والأوعية الدموية في حالة الأزمة؟ طب الأزمة هي Chronic inflammatory disorder of bronchial airway هاي الـ airway صار فيها اضطراب هذا الاضطراب نتيجة وجود إشي في مجرى الهواء هذا الإشي بدي يكون أليرجين سواء حبوب لقاح سواء اضطراب سواء الناس بتحسسوا من الصوف من الأشياء بتكون صغيرة موجودة بالصوف الناس بتحسسوا من أشياء صغيرة بتكون موجودة في السجاد وما إلى ذلك هاي الأشياء كلها الأليرجين فاتت على respiratory system وقدت إنه يصير في عندنا أزمة طيب طيب هاي الأليرجين كيف صوت الأزمة؟ سهل كتير كيف هاي الأليرجين صوت الأزمة فأنا عندي إشي اسمه في جسمي الماست سيلز هاي الماست سيلز موجودة هون عادة الماست سيلز بيكون عليها receptors هاي الريسيبترز رح تستقبل تمام؟ رح تستقبل الأليرجين اللي هو مسبب الحساسية ولازم يكون شكل الأليرجين نفس شكل الريسيبترز مجرد مرتبط الأليرجين مع الريسيبترز رح يكون في عندي هون إشي اسمه هستامين فرح يصير عندي ريليز للهستامين بره الماست سيلز وزيادة إفراز الهستامين بره الماست سيلز هو نتيجة تحفيز إشي اسمه الـ IGE واللي هم هاي الـ IGE منسميها أنتيبودي وهاي الأنتيبودي بتتحفز نتيجة ارتباط الأليرجين بالريسيبترز ارتبط الأليرجين بالريسيبترز معناتها الـ IGE رح تتحفز تحفزت الـ IGE مدام هيك الهستامين رح يطلع بره الماست سيلز ورح يزيد عندي أو رح يحدث عندي الأزمة تمام؟ طيب الهستامين اللي بيعملوا الهستامين أول إشي بيعمل زيادة إفراز الهستامين معناها إنه إش عندي في الـ IGE ارتفعت ارتفعت ارتفاع كبير وهاي منسميها الـ Antibody طيب الـ Antibody هاي ارتفعت رح يصير في عنا إشي اسمه Inflammation الـ Inflammation لما يكون موجود عنا Inflammation شوي خلينا نرسم خريطه مفاهمية عشان نستوعب أكتر تمام؟ هسا رح يصير في عنا Inflammation صح؟ تمام؟ إذا صار في عنا Inflammation رح يصير عندي ثلاث أشياء أساسية طبعا الـ Inflammation صار نتيجة إفراز الهستامين إفراز الهستامين زاد عندي من الـ IGE اللي هي الـ Antibody فبالتالي صار عندي Inflammation طيب أول إشي رح يعملوا الـ Inflammation هو برونكوسبازم ومعنى كلمة برونكوسبازم إنه رح يزيد من انقباض الأوعية الدموية والقصابات الهوائية الموجودة في الجهاز التنفسي برونكوسبازم زادت انقباض القصابات الهوائية في الجهاز التنفسي طيب تاني إشي رح يصير في عندي ميوكس ميوكس رح يصير في عنا سائل لزج جدا لزج مما يؤدي إلى تضيق كمان الأوعية الدموية لأنه هضو الميوكس رح يسكر لي على الأوعية الدموية شو كمان رح يعمل عني رح يصير في عنا thicknesses نتيجة الميوكس الثيكنيس حيكون المتجه التنفس جدا ضيق بما يؤدي إلى ظهور صفير أو صوت من سميه ويزنينغ طيب قبل ما نروح للسلايدي اللي وراها رح نشرح بطريقة مفصلة أكتر هيهون اللي هي شو هي اللي بدو يصير عنا في الأزمة هسا في الحالة الطبيعية رح يكون عندي هاي الشكل الحالة الطبيعية للقصبات الهوائية المفروض أنه يكون عنا الإيروي واسع حيفوت الإيروي من هاي المنطقة مكان واسع المفروض أنها تكون عنا المسل عام لفازو دايليشن يعني متوسعة المفروض أنه ما يكون في عنا ميوكس ثيكنيس أبدا طيب في حالة الحالة الخطرة اللي هي حالة وجود الأزمة في حالة الأزمة اللي هي حالة وجود الأليرجين الأليرجين لما ارتبط بريسبترز حفز إفراز الهستامين تفحيز إفراز الهستامين زاد عنا الإي جي إي اللي هما الأنتي بادي نتج جدا يكسر عنا إنفلميشن الإنفلميشن رح يترتب بهاي الصورة كالتالي عنا ثيكنيس أيروي في عنا المسل معمول لها إنقباض وفي عنا ميوكس هدول الثلاث أشياء الرئيسية اللي هتصير عندي نتيجة الإنفلميشن لما حكينا إنفلميشن يعني رح يكون فيه انتفاخ هاد الانتفاخ وين رح يكون لما هاي المسلز يصير لها حيصير في عنا انتفاخ في هاي المنطقة فرح يقل المكان اللي حيمر منه الهواء مما يؤدي إلى وجود صفير تمام تمام نرجع على الشابترز اللي مرينا عنا طيب هسا بدي أحكي عن شو هي الخصائص تعوني الأزمة يعني أنا كيف بدي أميز الممريضي مع أزمة شو بدي يكون صاير بالشعب الهوائية تبحث المريض أول إشي رح يكون الجهاز التنفسي تاع المريض بيستجيب بطريقة جدا حساسة لأي مؤثر خارجي يعني بدي يكون جدا سينستيف جدا سينستيف يعني أي مؤثر خارجي مهما كان قليل رح يستجيب إلو جهاز المناعي وخصوصا اللي موجود بالاسبيراتي سيستم بطريقة غير طبيعية يعني خلال نحكي أنه رح يبالغ بانفعاله طيب فأول عرض حيكون عنا حكينا الانفلميشن حيكون في عنا أيضا تورم وإيضا مخاط سميق جدا طيب شي يعني برونكوسبازم برونكوسبازم كلمة برونكوسبازم كتير مهمة لأنه رح نمر هس علينا كيف بدي أعالج الأزمة وحيعتمد كتير الموضوع على البرونكوسبازم البرونكوسبازم يعني أنا عندي كونتراكشن في السموث موسيلز اللي موجودة في القصبات الهوائية تمعت الجهاز التنفسي يعني بدي يكون عنا كونتراكشن في البرونكايل موسيلز في اللي هو منسميها انقباض القصبات الهوائية هاي معنى برونكوسبازم تمام هسا بدي أعرف شو السمتومس أوف أزمة طيب عشان أعرف شو السمتومس أوف أزمة رح كتير يفيدني الأشياء اللي حكناهم قبل شوي أوليش حكينا رح يصير في عنا اللي هو موسي محمد اللي هي أكيوت برونكوسبازم رح يكون في عنا short breathing يعني تنفس بطريقة سريعة وعدم يعني ما بيكون في بين الشهيق والزفير مسافة طويلة أو المسافة اللي لازم تكون بيكون بين الشهيق والزفير مسافة جدا قليلة كمان بيكون في عندي صوت صفير أيضا بيكون في عندي تنفس سريع وكف طبيعي يكون كف لأنه ممكن لأنه الجهاز التنفسي بده يستجيب للضرر اللي موجود ويحاول يطلعوا بره الجهاز التنفسي فالسنتر نيرف السيستم تعطي أمر أنه يصير في عنا كف طيب حسا أنا في عندي بالعلاجات بالعلاجات في عندي طريقتين للعلاج بس قبل ما أحكي عن طريقتين للعلاجات بدي أحكي شوي عن الكوزز عن الكوزز رغم أنه إحنا حكينا عنها الكوزز حكينا ممكن تكون انفكشن هاد الانفكشن ما تعم معالجها بطريقة صحيحة فبالتالي أدى إلى وجود الأزمة أو أنه الشخص أخذ أدويته بس ما كملهم فزاد الانفكشن أكتر بلما ما يأخذ أصلا الاسترس الايموشنال كتير هسا الاسترس اللي بيصير في حالة الاسترس بصير عندنا زيادة في إفراز الكورتوزون أو الكورتوزول من الجسم ولما تصير كمية الكورتوزول في الجسم أكبر من الحد الطبيعي رح يسوي عندي انفلميشن الانفلميشن هاي مع الوقت رح تصير أزمة فهاي هي الاسترس اللي ممكن تعمل لنا أزمة كمان في عندنا الاكسرسايز في ناس ما بيقدروا يعملوا الرياضة أو بيعملوا الرياضة بطريقة خاطئة وتنفس قليل ما بيفلتوا كمية أكسجين كفاية فبالتالي ممكن يؤدي هذا الاشي إلى أزمة كمان في عندنا اللي هم حبوب اللقاح أو حتى الحبوب اللي موجودة أو الغبار اللي موجود في السجاد الغبار اللي موجود في الملابس كمان ممكن انهم يسببوا الأزمة كمان في عندنا بعض الأدوية احنا اتفقنا خلال المسكينات انه غالبا ما بعطيهم لمرضى ربو وخصوصا الايبوبروفين والأسبرين لأنه بعض المرضى بيكون عندهم حساسية اتجاه هاي الأدوية فبالتالي ممكن انه يصير في عندهم زيادة في النوبات تاعة الأزمة كمان حكينا عن ما رح نعطيهم لشخص عنده أزمة او ممكن تكون هي كمان سبب في الأزمة تمام